بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلى على محمد وآل محمد هذه القصة حصلت مع الأخ الكريم الدكتور الشاب علي حسين علي صادق وهو من أهالي دولة الكويت يقول كنت أقدم آخر اختبار لي في الجامعة التي أدرس فيها في الولايات المتحدة وفي حال تجاوزي لهذا الاختبار فسوف أحصل على شهادة طب الأسنان وكان الاختبار يستغرق أكثر من خمس ساعات جلست في المقعد المخصص لي وبدأت بتقديم الاختبار كان في جيبي قلم أحضرته معي وكان مصدر تفاؤلا وتبركا لي لأني قد نقشت عليه عبارة كنت أتبرك بها دائما وأبدا أتفاءل بقراءتها دائما وأبدا وكانت مصدر لقوتي في جميع الاختبارات التي كنت أقوم بها في الجامعة وكنت أنال درجات جيدة بالنتيجة التفاؤل بهذه العبارة وتبركي بهذه العبارات مع دراستي والتوفيق من قبل هذه العبارة الرائعة في جعل دائما وأبدا أكون نشيطا وأكون وأكون حيويا في الدراسة على كل الأحوال يقول وهذا القلم عندما كنت في حرم الإمام الرضا سلام الله عليه طفت به حول الإمام الرضا سلام الله عليه وحيث أن حل الاختبار كان يتم عن طريق الكمبيوتر ولا يستخدم فيه القلم لذا أخرجته من جيبي ووضعته أمامي على المنظدة تفاؤلا وتبركا وفي أثناء الاختبار جاءتني المراقبة تستفسر عن القلم وأخذته بعد ذلك بعد الاختبار وظهور النتائج أخبرت من قبل إدارة الجامعة أنه قد تم إلغاء درجتي وعلي إما أن أعيد الاختبار في موعد لاحق أو أنتظر الفصل الدراسي القادم لأنهم اعتبروا القلم وسيلة غش لوجود عبارات منقوشة عليه باللغة العربية علما بأن ما كان مكتوبا على القلم هي عبارة لا دخل لها أبدا في الاختبار وأوضحت لهم هذا كثيرا وحاولت أن أقنعهم بسلامة موقفي ولكني لم أجد آذانا صاغية على كل الأحوال أخذت القلم ووضعته في جيبي ولكن نظرت إليه نظرة أخيرة ورددت هذه العبارة التي أنا كنت قد نقشتها على القلم على كل الأحوال وبعد أيام تم استدعائي من قبل عميد الكلية وقال لي أنا لا أعلم ما هو العمل الذي قمت به أنت وأي باب طرقت المفاجأة قد وافقت إدارة الجامعة وقررت اعتماد درجة اختبارك وها أنت قد نجحت وتخرجت من الجامعة بدرجة امتياز ثم أضاف قائلا ولكن أعلم أنك أول حالة تفلت من العقاب فلا يوجد في تاريخ جامعتنا من مر بمثل حالتك واشتاز الأمر بنجاح فأي قوة روحية أنت استنت إليها يقول طبعا الشاب الدكتور علي حسين علي صادق يقول أخبرت هذا الدكتور الذي كان هو من الأخوة المسيحيين قلت له بأن العبارة التي نقشت على القلم الذي كان عندي هي عبارة نحن المسلمين وخصوصا أتباع أهل البيت عليه وسلم هي مصدر قوتنا هي من مصادر قوتنا ومن مصادر تفاؤلنا وتبركاتنا أيضا فقال لي ماذا مكتوب على القلم قلت له مكتوب عليه يا أم البنين يا أب الفضل العباس ثم قال لي من هي هذه المرأة ومن هذا الرجل فحدثته عن السيدة أم البنين وبعد ذلك حدثته عن بطولة أب الفضل العباس سلام الله عليه في وقعة كربلاء فتأثر الدكتور الجامعي الذي كان من الأخوة المسيحيين وقال لي بأني إذا في يوم من الأيام سوف آتي إلى الكويت لابد أن أحضر تلك المجالس التي تتحدث عن هذه السيدة الجليلة الوفية لنبينا أو عفوا لنبيكم محمد وكذلك عن هذا البطل العملاق الذي وقف مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام كما تقول فيقول الدكتور بأنه مصدر قوتي كانت وما زالت وتفاؤلي وتبركي هي كلمة يا أب الفضل العباس يا أم البنين برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام وأنت أيضا وأنت أيضا اجعل كلمة يا أم البنين يا أب الفضل العباس مصدرا من مصادر قوتك وكذلك تفاؤلا وتبركا لجميع حياتك